أعتقد أن هذه الإجابة والتحليل هو تحليل شامل ووافي لعدد كبير من القضايا العربية ومقارنتها بما يحدث في فلسطين ولكن أعود إلى سؤالي الأساسي وهو ما يحدث على أرض فلسطين الآن من قتل للأطفال استهداف للمدنيين قصف للمستشفيات ودور العبادة هل هذا ما توصيف هذا في القانون الدولي بصفتك كبير في القانون الدولي ومحامي كبير في فرنسا؟ هل يمكن وضع هذا أو ما يحدث في نطاق جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في القانون الدولي؟ هل تعرفون أنني لا أتمنى أنني لا أتمنى أنني لا أتمنى أن نفق بها كثيرا؟ سأعطيك مثالا أعرفه جيدا من ليبيا لقد غتيل القذافي ليس لدي أدى شك إنها جريمة قتل بالمعنى المعروف في نظام روما الأساسي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أثناء تدخل النيتو تم تنفيذ تفجيرات ضد السكان المدنيين لقد تمت عمليات تطهير عرقي في بعض المناطق مثل تاورجا كانت تاورجا مدينة تقع بين ترابلز ومصراطة وكانت تشكل حاجزا وكان يسكنها بعض المواطنين من السود لقد كان تطهيرا عرقيا حقيقيا إذ اضطر سكان مصراطة بعد التفجيرات الطويلة والقصف العنيف إلى الفرار من مدينتهم خذ على سبيل المثال مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد سيف الإسلام وهذا هو موضوع مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال التي صدرت في عهد مورينو كومبوس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكان المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية هو محامي سيف الإسلام وهو باكستاني ولذلك دافع عن سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية وكتب بعض الكتابات في صالح سيف الإسلام حسنا لا مانع أن يتم تعييني مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية ليس هناك أي مشكلة لا توجد مشكلة أخلاقية ولا مشكلة لاهوتية وعدم الاستقامة في جميع القضايا القانونية منذ الدفاع عن المتهم سيف الإسلام قد دفعه ذلك إلى الطعن في موضوع مذكرة التوقيف هذه وهو الآن مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير لكن يمكننا أن نزيد الأمثلة إن شئ إن المحكمة الجنائية الدولية عفوا هي الأنف الكاذب للعمل السياسي علاوة على ذلك هناك ثلاث دول في مجلس الأمن لم تلتزم بالوضع القانوني وفقا لنظام روما الأساسي لديك الولايات المتحدة الأمريكية ولديك روسيا ولديك الصين حسنا ما هي الشرعية الحقيقية لهذه المحكمة الجنائية ليس لديها أي شرعية وفيما يتعلق بما يحدث في غزة كما تعلمون قدمت مذكرة شاركتها مع البعض ما حدث يوم السابع من أكتوبر سبقته سلسلة من العمليات الفردية التي تم تنفيذها في الضفة الغربية وشمال إسرائيل أعمال فردية مثل عمليات الطعن وضرب المواطنين الإسرائيليين في سياراتهم وما إلى ذلك عندما ادخل محلات السوبر ماركت على سبيل المثال وقلت ذلك في وقت ما في وقت هذه الهجمات إن هذه الهجمات كانت متعاقبة كان هناك هجوم كل أسبوع تقريبا إنها علامة على التوتر الشديد الذي ينذر بهجوم على مستوى أكبر هناك جريمة لم تنص عليها المحكمة الجنائية الدولية الجريمة هي ما نسميه بالدعوة لنشوب الحرب وهذا يعني أن الجرائم ترتكب أثناء الحرب ولكن هناك دائما أشخاص هم أصل الحرب وسببها حسنا هذه الجريمة لا تتم ملاحقتها قضائيا لأنه إذا تمت ملاحقتها قضائيا فربما يمكننا مقادات على سبيل المثال قادة الناتو القادة الغربيين فيما يتصل بالتدخل في ليبيا أو القادة الأمريكيين فيما يتعلق بالتدخل الثاني في العراق لأنكم تعلمون أنه كان تلاعبا كاملا ولم تكن هناك أسلحة دمار شامل في العراق لا أحب أن يختلط القانون بالسياسة لا أحب هذا لماذا؟ بسبب العاطفة نحن نتفاعل تحت تأثير العاطفة كما تعلمون الكلمات لها تأثير كبير وهذا يبعدنا عن الحلول المستدامة الحلول التي يجب أن تكون حلولا سياسية أولا ضمان حق إسرائيل في الأمن المعترف به من قبل المجتمع الدولي ثانيا دولة فلسطينية تعترف كما فعل ياسر عرفات بالتخلي عن العنف والاعتراف بدولة إسرائيل واستغلال كافة الوسائل المتاحة